مرحبا حضرتكم من جديد في رأي عام والحديث عن البعد الأفريقي في السياسة الخارجية المصرية ومناسبة الحديث زي ما قلنا لحضرتكم في البداية هي الجولة التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة إلى أربع دول هي تنزانيا والجابون ورواندا وتشاد النهاردة الرئيس كان في تنزانيا ونقلنا لحضرتكم جزء من المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس والرئيس التنزاني نتساءل في هذه الفقرة في ظل وجود أطراف إقليمية تسعى إلى الأضرار بالمصالح المصرية في القارة الأفريقية وفي ظل أزمة سد النهضة كيف يمكن أن يصلح الرئيس السيسي أخطاء عقود مضت تم تجاهل البعد الأفريقي في سياستنا الخارجية هذا محور نقاشي مع ضيفية في الأستوديو سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية أهلا بحضرك سعاد سفير أهلا بك عمر والأستاذ عطية العسوي الكاتب المتخصص في الشؤون الأفريقية في الأهرام أهلا بحضرك السفير أهلا بحضرك محمد حسني مبارك خلال زيارته إلى أدس أبابا ورغم فشل تلك المحاولة فإن عواقبها كانت كارثية نتج عنها تخلي مصر عن محيطها الأفريقي وعلاقاتها الوثيقة التي أسس لها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من خلال القوات الناعمة التي تمثلت في علاقات اقتصادية ومؤسسات صناعية عملاقة وغيرها الكثير والكثير وغيرها الكثير والكثير بشكل دفع إسرائيل إلى انتهاز الفرصة لتصرح وتمرح فيها كما تشاء وتحولت أفريقيا من ساحة رئيسية للتحركات المصرية إلى ساحة تستغل ضد مصالحها من قبل أطراف إقليمية تسعى إلى انتهاز الفرصة المناسبة لضربها وإحباط تحركاتها منذ أن وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم أعاد وضع أفريقيا على خارطة التحركات المصرية إقليميا لاستعادة مكانتها الرائدة في القرى السمراء بعد سنوات طويلة من التجاهل والابتعاد عنها خاصة بعد دخول قطر وتركيا إلى الساحة الأفريقية في أعقاب ثورة يناير وتداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية المتلاحقة يصعى الرئيس إلى استعادة كلمة بصر المسموعة في أفريقيا في ظل ما تواجهه من أزمات على رأسها سد النهضة وهو ما يجعل استعادة العلاقات المصرية الأفريقية إلى سابق عهدها في الستينيات والسبعينيات أمر واجب لا مفر منه خصوصا وأن الانتماء المصري إلى المحيط الأفريقي يتجاوز الأبعاد الجغرافية والتاريخية التقليدية ويعد محورا رئيسيا في تشكيل الهوية المصرية فضوء ما نقوم بمصر من جهود مكتفة لمكافحة الفساد وتبني الدولة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2018 نبدأ نقشنا بسؤال لسعادة السفير محمد حجازي رؤيتك لهذه الجولة التي هي ليست الأولى من نوعها يعني الرئيس السيسي منذ أن تولى الحكم ويقوم بجولات في أفريقيا ويولي الشق الأفريقي في سياستنا الخارجية اهتماما كبيرا تنزانيا شاد الجابون وارواندا ماذا تمثل؟ بكل تأكيد هو انحياز من دبلوماسية القمة ومن السيد الرئيس للملف الإفريقي وللدائرة الإفريقية في سياسة مصر الخارجية المؤكد أن هذا الالتزام هو التزام عملي وواقعي يستهدف استعادة دور مصر الفاعل في القرى الإفريقية وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية كذلك الأمنية والعسكرية أي أن إفريقيا صارت وبحق في قلب وعقل الدبلوماسية المصرية وأن دبلوماسية القمة هي إضافة همة افتقدنا كما ذكر التقرير عبر سنوات من الابتعاد عن القرى ولكن في جميع الأحوال كانت إفريقيا جزء لا يتجزأ من محور حركة سياسة مصر الخارجية ولكن عشان نوضح يا سيد عمر ما هي أسباب هذا التراجع ربما حادثة 95 للرئيس السابق حسني مبارك كانت أحد المسببات ولكن تحول الاحتياج الإفريقي من فترة ما بعد الاستقلال كان تحول تنموي ربما مصر في مرحلة ما قبل الاستقلال ودعم حركات التحرير كانت تستطيع المساعدة أما في مرحلة التنمية في السبعينات والثمانينات والتسعينات قدمت مصر خلال الصندوق المصري ما تستطيع زلت مصر قريبة من إفريقيا لكن استعادت زخم الدبلوماسية القمة والدبلوماسية البرلمانية أسهم بحق في تحويل العلاقة للمشهد المتميز اللي احنا بنشوفه خاصة أنه نحن النهاردة بنزور دار السلام أو تنزانيا عاصمة الكفاح الإفريقي ومركز مكتب تنصيق حركات التحرير الإفريقية والنهاردة بنشهد استعادة خطوط العلاقات مع دولتين مثلا رواندا وتنزانيا من دول حوض النيل اللي تربطنا بهم طبعا أواصل هامة جدا ومصالح استراتيجية في وقت بتمر به علاقات مصر بدول حوض النيل بتوترات مرتبطة بإنشاء السيوبيا لسد النهضة وبالتالي التواصل مع باقي دول حوض النيل وشرح رؤى مصر في هذا الملف وكذلك التعاون الاقتصادي والمتغير الأهم والجديد وهو الإرهاب مصر بتلعب دور رئيسي وفاعل على الصعيد الإقليمي والإفريقي وربما العالمي أيضا من خلال عضويتها في مجلس الأمن وعضويتها في مجلس السلم والأمن للإفريقي هل نروح للأستاذ عطية؟ أستاذ عطية يعني برضو الفترة التي غبنا فيها عن أفريقيا يعني زي ما قال سعد السفير وقلنا في التقرير أنه بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس الأسبق حسن مبرك في هذه السبابة وكأننا أصبحنا يعني خلعنا نفسنا من هذه القرة ولم تعد أفريقيا متواجدة في رؤيتنا الدبلوماسية وفي سياستنا الخارجية إيه اللي خسرته مصر خلال تلك الفترة علشان نتكلم عن الحاضر والمستقبل نشوف الماضي إيه اللي خسرته مصر؟ يعني أولا بالنسبة لمسألة أننا طرقنا أفريقيا بالكامل هذا اسمح لي أن أقول أنه تعبير غير دقيق لأن أفريقيا لم تجب عن الاهتمام المصري أو السياسة المصرية بشكل تام وإنما فترت أو جاءت فترة فيها هذا الاهتمام وربما العلاقات لأسباب لا تتحمل مصر وحدها مسؤوليتها وإنما تتحمل أيضا الحكومات الإفريقية المسؤولية كذلك يعني بالنسبة من الظلم أن نقارن الفترة التي تلت الاستقلال ووفاة الزعيم يمال عبد الناصر بالفترة التي كان الزعيم عبد الناصر فيها ملء السمع والبصر وكانت المعظم الدول الإفريقية محتلة وكانت مصر تقدم المساعدات بشكل ساخي وتساعد حركات التحرير سواء باستضافتها في القاهرة أو بإمدادها بكل ما تستطيع من إمكانيات كل ذلك لم يكن أمام الدول الإفريقية في وقتها الكثير من الخيارات سواء تقبل والتعاون مع مصر وتقبل مساعدتها أما بعد الاستقلال ظهر شيء آخر وهو التنمية الحاجة إلى التنمية الحاجة إلى التنمية مصر ليس دولة مانحة بالمعنى الحقيقي مثل الدول الغربية المانحة على سبيل المساعدة ومع ذلك نحن دلوقتي بنساعد بنساعد بقدر الإمكان يعني شوف مثلا الأبار اللي تم حفرها في تنزانيا النهاردة وتم الإعلان عنها الأبار منذ سنوات طويلة في تنزانيا وكينيا وإسيوبيا يتم أو تم حفر عشرات الأبار في المناطق التي تعاني من الجفاف نظرا لأن مصر لا تستطيع تقديم أموال طائلة مثل الدول المانحة لهذا العدد الهائل من الدول الإفريقية أربعة وخمسين دولة طبعا لو أخرجنا منها الدول العشر العربية ستكون هناك أربع وأربعون دولة أدى إلى لجوء الحكومات الإفريقية إلى مصادر أخرى وقالها ليميل الزيناوي رئيس الوزراء الأسيوبي الراحل أنه مستعد في عام 92 في أول حديث صحفي أجريا معه أنه سيتعاون مع الشيطان إذا كان ذلك في مصلحة شعبه وبالتالي تعاونه مع إسرائيل باعتبارها مفتاح العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة أكبر مانح في العالم والدول الأوروبية أيضا والمؤسسات الدولية المانحة صندوق النقد الدولي وغيره التي تتحكم فيها الولايات المتحدة نتيجة مساهمتها بـ 25% من الرأس ملها على ما أعتقد كل ذلك أدى إلى انصراف الحكومات الإفريقية إلى جهات أخرى على حساب العلاقات مع مصر ومع ذلك جاءت محاولة اغتيال الرئيس السادات الرئيس مبارك لتزيد الموقف سوءا وأيضا من قبله الرئيس السادات رحمه الله انصرف تماما أو سخر جهوده لاستعادة الأرض المحتلة سواء حربا أو سلما ووطط علاقته مع العالم الغربي على حساب العالم الشرقي كما تعلم وهذا انعكس بضوره على الاهتمام بإفريقيا لكن هذا لم ينفي أنه كانت هناك علاقات مصرية إفريقية وتعاون مصري إفريقي ومساعدات مصرية للدول الإفريقية على قدر ما تستطيع مصر وبالقدر أو على الأقل الحد الأدنى ومن هنا أعتقد أنه عانينا صحيح من بعض من سلبيات ما حدث وأن كنا لن ترحمل مسؤوليته كاملة كما قلت ولكن بدأت السياسة المصرية في عهد الرئيس السيسي تحاول جاهدة أن استعادة هذا الزخم مرة أخرى بوسائل أخرى اللي لم يكن بالمساعدات المالية الكاملة أو بمساعدة حركات الاستعمار التي لم تعد موجودة لكن هناك محاولات هنتكلم عن هذه الوسائل وهذه تحتاج في كلمتين إلى يعني جهود الرئيس السيسي لن تثمر إلا إذا نجح المسؤولون من الصف الثاني ورجال الأعمال المصريون في استثمار ما تفتحه الزيارات الزيارات الرئيس السيسي للدول الإفريقية من فرص عمل يجب انتهازها لدعم العلاقات الاقتصادية وتجارية وسياسية أيضا على العلاقات الاقتصادية لأنها طبعا شق رئيسي في هذه العلاقات وفي جدول زيارات الرئيس السيسي إلى تلك الدول الأفريقية هل مهمة الرئيس السيسي التي بدأها منذ أن تولى الحكم في استعادة هذه العلاقات ومدها بالزخم اللازم والزخم القديم هل مهمة صعبة في ظل زي ما حضرتك وزي ما الأستاذ عطيها قالوا أن الظروف اتغيرت دلوقتي لما بدأت الدول الأفريقية عملية التنمية بعد حصولها على الاستقلال لم تعد هناك حاجة لدولة زي مصر أو ليس لدينا ما نقدمه الكثير ليس لدينا الكثير لنقدمه إلى تلك الدول في المقابل هناك دول بدأت تتغلغل في القرى الأفريقية مثل إسرائيل مثل تركيا مثل قطر في السنوات الأخيرة هل مهمتنا صعبة؟ لا مهمتنا مش صعبة ولكن مهمتنا ضرورية دبلوماسية القمة هنا وفي إطار فهمي لطبائع الأمور في القرى الأفريقية هي قارة حكمات عندما يتحرك أو الحكمات تزلل الكثير من العقبات مصر بالنسبة للقرى الأفريقية ليست مثل تركيا أو إسرائيل أو قطر أو غيرها مصر هي دولة إفريقية عريقة لها تاريخ من المسندة والدعم لها صورة ذهنية لدى القادة الأفريقية صورة الدولة المعطاءة التي لديها الكثير من الخبرات التي عندما تطلبها القرى تجدها في مصر وبالتالي أجندة مصر الداخلية والخارجية هي أجندة تخدم المصالح الإفريقية بامتياز وأقدر أدلل لحضرتك على بعض المشاهد التي توضح كيف أن في الزهنية الإفريقية مصر هي السند ومصر هي ضرورة وحاجة للقرى وطموحاتها لو تأخذ الملف الاقتصادي كان لدينا مؤتمر هام جدا للاستثمار مؤتمر مصر الاقتصادي وتطلع بعد القادة الأفريقية أن يكون مثل هذا المؤتمر زوطابع إفريقي ودعت مصر في الحال في يناير 2016 لمؤتمر للتجارة والاستثمار في أفريقيا حضروا 1400 مشارك إفريقي ومصري ودولي وأعطى صورة عن القرى كما ينبغي أن تكون على الساحة الدولية صورة القرى الإفريقية الجاذبة الاستثمار ولدينا في 8 ديسمبر القادم المؤتمر التجاري والاستثماري الثاني لإفريقيا والذي سيعقد في شرم الشيخ 8 ديسمبر 8 ديسمبر القادم إذن مصر عندما تعطي فهي تعطي بإخلاص وبسخاء وبقدر احتياج القرى الإفريقية لو أخذنا البعد الأمني تجد أن مصر بقدراتها العسكرية الرئيس كان في هيئة العربية التصنيع أول أمس وتكلم عن إمكانية دعم القرى الإفريقية بالمعدات العسكرية ومساندتها وفي مشاريع للهيئة العربية للتصنيع في مشاريع في دولة أفريقية والفريق سيف الدين كان في جولة أفريقية بكل تأكيد هذا بعد هام جدا في وقت الاضطراب الأمني وتوغل الإرهاب في القرى الإفريقية شرقا وغربا ووسطا وجنوبا مصر قدمت مؤتمر هام جدا ل27 وزير من وزراء الدفاع الأفريقة من إقليم السحل والصحراء أي أن ملف الإرهاب اللي هو الشغل الشغل لإفريقيا ترتكن إفريقيا إلى مصر للحصول على دعمها ومساندها دعم معلوماتي دعم في إطار المعدات دعم في إطار التدريب وبالتالي تأهيل إفريقيا لمواجهة هذا الخطر أيضا تعتمد فيه على مصر أما الدول اللي حضرتك ذكرتها دول متورطة ولآخرها في ملف الإرهاب وبالتالي صلتها معروفة بهذا الملف أما مصر فيها الدولة التي تستطيع أن تقدم الخبرة والمعرفة والقدرة على القضاء على هذا الإرهاب هذه الرؤية الاقتصادية والتنموية والرؤية العسكرية لها بعد دولي أيضا مصر عضو مجلس الأمن إفريقي مصر عضو مجلس أمن دولي هي أيضا رئيسة اللجنة التابعة لمجلس الأمن لمكافحة الإرهاب هي أيضا ناقل جيد لصورة إفريقيا في المحافل الدولية في مؤتمر باريس للمناخ في قمة هانجيتشو في الصين مجموعة العشرين مصر مسلت إفريقيا في قمة ألمانيا إفريقيا الاقتصادية منذ أسابيع قليلة الرئيس كان في برلين ممثلا لإفريقيا وهو يستعد للسفر إلى الصين في 3 سبتمبر المقبل للمشاركة في قمة مجموعة البريكس طيب ونحن نتكلم عن العلاقات الاقتصادية وزي ما قلنا أنه الشق الاقتصادي هو شق أساسي وحاضر على أجندة زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أي دولة أفريقية خلينا نتعرف عن بعض ملامح هذه العلاقات العلاقات المصرية الأفريقية من الزاوية الاقتصادية في هذا الإنفوغرافيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مثل تنزانيا يعني أعود إلى الشق والوسائل الأخرى التي يمكن أن تستخدمها مصر مع الدول الأفريقية لكي لا نبعد عن أفريقيا ولكي لا تبعد أفريقيا عنها أستاذ عطية برضو مسألة أنه دول زي قطر وتركيا متهمة بالإرهاب بشكل أو بآخر بدرجة أو بأخرى ولكن هذه الدول تقدم لأفريقيا ما تريد أفريقيا يعني التوغل التركي في بعض الدول زي الصومال مثلا والمشروعات التي تقوم بها تركيا في تلك الدول يعني ألا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار؟ طبعا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار يعني هو بداية اسمح لي أن بالنسبة لإجابة السؤال الأول فيما يتعلق بالقيادات التاريخية يعني لم يعود هناك جوليوس نيريري مثلا الذي اعترض على اتفاقية 59 لتقسيم المياه بين مصر والسودان ومع ذلك رفض أي تحرك ضد مصر مجاملة للرئيس عبد الناصر وجهوده لم يعد هناك هيلة سلاسي إمبراطور إثيوبيا لم يعد هناك كوامين كروم في غانا أو غيره من الشخصات التاريخية هؤلاء الذين يحكمون اليوم لا يعلمون بالقدر الكافي ما قدمته مصر في الماضي للدول الإفريقية بالنسبة للعلاقات الاقتصادية أولا ما تقوم به تركيا لا نستطيع منطقيا أن نقول أن تركيا ليس من حقها أن تدعم علاقتها بالدول الإفريقية وتدعم صادراتها للدول الإفريقية وتقوم بمشروعات وغيرها ولكن لها تستغل الأحداث إلى حد ما كما حدث في الصومال والفوضى القائمة وتقوم بمشروعات توحي وفي ليبيا أيضا بأنها حريصة على الشعب أكثر من حكومته وتقوم بمثلا إنشاء منشآت مدنية زاد طابع جماهيري إعادة رصف طرق مثلا أو تشق طرق من الصفر ومستشفيات ومستشفيات معاهد تعليمية بالمنهج التركي وغيره وكل هذا طبعا يؤدي إلى ارتفاع شعبيتها لدى عمّة الناس بصرف النظر عن أي شيء آخر طبعا المطار في الصومال على سبيل المثال تركيا قامت بدور كبير في إعادة إصلاحه وكذلك الأمر في أماكن أخرى كثيرة لكي تسبت أقدامها في القارة وتفتح أسواق جديدة لصادرتها وتحصل على المنتجات الخام اللازمة لمصانعها وهي منتجات رخيصة عادة من الدول الإفريقية منافسة طبعا الصين والقوى الغربية الأخرى أريد هنا أن أذكر أن ما تفعله تركيا الآن وإن اختلف الهدف كانت تفعله مصر في ما بعد الاستقلال وقبل الاستقلال على سبيل المثال حتى وقت قريب كانت في عاصمة الكونغو كنشاسة مدينة كنشاسة نفسها ما تسمى غير الكونغو كنشاسة الكونغو كنشاسة عاصمتها كنشاسة كانت هناك ما تسمى بعيادة مصر الشاملة دكتور مصري وزوجاته طبيبة كانت لهم هذه العيادة وكانت تعالج الناس مجانا وتوفر لهم الأدوية أو بسعر رمزي بسيط ولذلك كانت لها مصر شعبية هائلة في هذا المكان المدارس المصرية التي كانت تقام في الصومال وفي تشياد وفي غيرها وتقام حتى الآن المعاهد الأزهرية الخطباء المصريين الذين ترسلهم الأوقاف ويرسلهم الأزهر كل هؤلاء هي القوة النعيمة التي يجب أن تعتمن عليها مصر لتعديد علاقتها مع الدول الأفريقية لأن السياسة متغيرة بطبيعة الحال كما تعلم وفي نفس الوقت فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية في الدول الأفريقية هل تتخيل أن صادرات مصر للدول الأفريقية لا تتعدى 63% من 100 من إجمال وردات القرى الأفريقية أي حوالي 4.8 مليار دولار من 547.8 مليار دولار تستوردها أفريقيا يعني أقل من 1% هذا بسبب ليس فقط بسبب عدم رغبة المصدرين المصريين في المخاطرة وأيضا البيروقراطية المصرية التي تساعد المفروض أن تساعد المصريين وأيضا بسبب لجوء الكيود المفروضة في الدول الأفريقية هناك حكومات لها توجهات معينة للتعاون مع حكومات دول معينة وأقول هنا أن بعضها بسبب الفساد والرشاوة هناك الحروب والنزاعات الأهلية هناك البنية التحتية المهترئة هناك الصراعات والقيود المفروضة على خروج عائد الاستثمارات إلى خارج البلاد كل هذه القيود تحتاج من الحكومات الأفريقية إلى حل لكي نستطيع أن ندعم العلاقات الاقتصادية المصرية الأفريقية طيب سعارة السفير ونحن عندما نتحدث عن الملف الأفريقي في السياسة الخارجية المصرية لابد أن يتبادر إلى الذهن طبعا مشكلة المشاكل وقضية القضايا سد النهضة ماذا بوسع هذه الدول التي يزورها الرئيس وتنشط فيها الدبلوموسية المصرية في السنوات القليلة الماضية ماذا بوسعها تقدم للموقف المصري فيما يتعلق بسد النهضة؟ يعني مزيد من الفهم مؤكد السيد الرئيس طرح رؤية مصر المؤيدة لحق دول المنابع في التنمية ولكن الدعية في نفس الوقت للحفاظ على مصالح مصر أو حصتها المائية يعني حقك في التنمية وحقك في الحياة هذه هي المعادلة التي يطرحها دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي كسب أصوات داخل الأسرة الإفريقية أو أسرة دول حود النيل هام جدا تنزانيا دولة مؤسرة ورواندا أيضا هي دولة حود النيل كمان لها دور فاعل وبتحقق أرقام في النمو الاقتصادي عالية وهما يعني يستطيعان أن يؤثر على مصار الموقف وأنا يقيني أن رغم كل الصعوبات التي قد يبدو عليها الأمر أو ملف التفاوض مع الجانب الإثيوبي إلا أننا يعني لابد أننا نصل إلى حل وسط حل يسمح لإثيوبيا بالتنمية وتوليد الكهرباء من السد ويحافظ على مصالح مصر التاريخية وبدون وقوع ضرر جسيم على مصالحنا وأعتقد أن الحكمة الإفريقية ستسود في النهاية وكان لي حديث في برلين مع رئيس الوزراء في اجتماع لي الإثيوبي دي سالين في اجتماع لي مع السفراء الأفاريخة وكنت بسأله عن رؤيته لمعالجة قضية ملف سد النهضة وكان بيقول دائما يقال أن ملوك الحبشة سيقطعون الماء عن مصر وكان يقال دائما أن مصر ستغزو الحبشة لا مصر عبر التاريخ غزت ولا نحن قطعنا المياه ولن تقطع إثيوبيا قطرة ماء واحدة ويقول ذلك وبالتالي أنا أظن أن الحكمة الإفريقية زي ما قلت أن القادة الأفاريقة معا يستطيعون أن يصيغوا موقف أو دول حوض النيل تستطيع أن تصيغ موقف تحافظ فيه لإثيوبيا على حقها في التنمية وتحافظ فيه لمصر على حستها في المياه وعلى حقها في الحياة نعم طيب يمكن سعارة السفير تتطرق إلى أتكلم عن دولتين من دول حوض النيل تنزانيا ورواندا ماذا عن الدولتين الأخريين اللي هيزورهم الرئيس الجابون والشاد إيه اللي بيجمعنا بينهم؟ يعني طبعا بالنسبة يعني اسمح لي طبعا بالإضافة لكلام السيد السفير فيما يتستطيع تنزانيا ورواندا بعد هذه الزيارة يعني ليس أن تضغط على إثيوبيا لكي تلغي السد أو توقف إنشاءه أو غيره وإنما على الأقل أن يعني تتقارب مع مصر في مسألة ملء البحيرة وزيادة عدد السنوات والمشاركة في تشغيل السد ليس مشاركة مصر وإنما التنسيق بحيث يكون هناك تنسيق بين التشغيل وتشغيل السد العالي وسد الرصيرس في السودان والسدود الأخرى كل هذا يجعل أو يقرب من حل المسألة تستطيع أيضا هذه هاتان الدولتان مع دول المنابع الأخرى ألا تقيم مشروعات في أراضيها وليس فقط سد النهارة في إثيوبيا تضر بمصالح مصر فيما يتعلق بتشياد والجابون الجابون لها علاقات اقتصادية جيدة جدا مع مصر وتشياد كذلك الشركات المصرية تعمل في اليابون في الإنشاءات إنشاءات الطرق وإنشاءات المباني وغيرها وضع شركة المقاولون العرب لها دول إثيقية عديدة ومن أقدمها الكاميرون على سبيل المثال بالإضافة إلى التعاون في مكافحة الإرهاب خاصة في تشياد باعتبارها إحدى دول الساحل الخمس التي تعاني من الإرهاب هناك أيضا مسألة فتح أسواق يديدة هناك للصدرات المصرية وأيضا للتسمرات المصرية وربما شراء أسلحة مصرية وهذا طبعا بمنع حكومات دولية شرعية حكومات وطنية شرعية منطرف فيها أبيع السلاح لها ليس محزورا وبالتالي تستطيع مصر أن تستفيد في انكفة النواحي بتدعيم العلاقات مع هتين الدولتين هذا يحتاج أيضا إلى القوة النعيمة التي تحدثنا عنها خاصة في تشياد باعتبار أغلب السكان المسلمين تحتاج إلى بناء مداز وتنزانيا أيضا الوعاز تنزانيا كذلك نحن حضرتك سألت عن اليابون تستطيع أن تقدم خبراتها ليس فقط في مكافحة الإرهاب وإنما في التنمية بكفة أشكالها والرئيس السيسي على ما أذكر في آخر مؤتمر إفريقي منح أو قرر منح الأفريق ألف منحة دراسية في الكولنيات الحربية المصرية وكل هذا تستفيد منه الدول الأفريقية كل هذا يربط الشعوب بالشعب المصري وما يربط الشعوب ببعضها أكبر بكثير مما يربط الحكومات ببعضها لأن الشعوب باقية والحكومات متغيرة والحكومات سريعة التغير في سياستها بينما العقائد والشعور لدى الشعوب باق إلى حد كبير على ذكر القوة الناعمة شركة النصر زمان كانت في الستينات كانت نشطة جدا في القرى الأفريقية كان ليلقاء مع أستاذ محمد فايق كان وزير في عهد عبد النصر وزير الإعلام في عهد عبد النصر وكان حديث عن دور شركة النصر في أفريقيا نقدر نفكر مع بعض بشكل جديد أستاذ عمر لازم يكون فيه زي كل المبادرات المطروحة في أفريقيا دلوقتي فيه نسق واحد بيجمع مبادرة الصين مبادرة الهند مبادرة تركيا مبادرة كوريا الجنوبية اليابان فرنسا هو دائما فيه صندوق تمويل للشركات الوطنية للعمل في القرى الأفريقية الصندوق ده بيديره بنك بسعر فائدة منخفض يتيح الفرصة للشركات المصرية لإقامة مشروعات تنموية ذات عائد تجاري ولكن يقدم بشروط ميسرة للشركة الأفريقية ما لم تقدم مصر هذا الصندوق يديره أحد البنوك الفاعلة في مصر على صعيد القرى تتقدم من خلاله الشركات المصرية والدول الأفريقية لتنفيذ مشروعات في القرى هيظل حدثنا في إطار تنموي قدر الإمكان بتقوم بيه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ولكنه محدود أما التواغل الصيني والفرنسي والأمريكي والتركي يقوم على أساس صندوق هام مؤثر 500 مليون دولار يرصدوا لعمل الشركات المصرية في القرى الأفريقية وتضمنه إحدى البنوك كقروض ميسرة للدول الأفريقية ده الطريق وده السبيل اللي بتتبعوا الآن كل الدول اللي بتحقق نفوذ وانتشار في القرى من التسهيلات بعد إذنك أنه مثلا المصدرين المصريين يحصلون على 50% أو يرد إليهم 50% من تكاليف الشحن إذا نجحوا في تصدير شحنات إلى الدول الأفريقية وهذه يعني 50% يعني إذا كانت تكلفة الشحن 100 دولار يدفع منها 50% ومصر قصد الحكومة تدفع لها 50% بالمئة الأخرى من أعتقد من وكالة الشراكة الحدث عنها السيد سافير مثلا دي من ضمن في صندوق مخصص لهذا الأمر لكن هناك تخوف دائما وتردد من المصدرين المصريين أولا بسبب الحروب والنزاعات والجريمة المرتفعة والاعتراض القوافل في الدول المغلقة مثل رواندا مثلا على سبيل المثال ليست دولة بحرية فبالتالي القوافل يعني تصل عبر الحدود وهذه ليس هناك تأمين كافي لها وبالتالي يخشى المصدرون المصريين ويناطحون السحاب في أوروبا وأمريكا نعم بدلا من أن يتجهوا إلى السوق الواسع التي استطاعت الصين على سبيل المثال رفع حجم تعاملها التجاري مع أفريقيا من 10 مليارات دولار سنة 2000 إلى 162 مليار دولار في عام 2016 أنا أشكركم شكرا جزيلا على كل هذه على التحليلات والرؤية التي تنطلق منها مصر وشرح الرؤية التي تنطلق منها مصر الآن في علاقتها مع القارة السمراء التي نحن جزء طبعا منها بكل تأكيد يعني لا ننسى ذلك ونتذكره على الدوام شكرا جزيلا سعيد السفير محمد حجازي وساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية الأستاذ عطي العساوي كاتب المتخصص في الشؤون الأفريقية بالأهرار شكرا لحضرتكم بعد الفاصل حضنات الأطفال أزمة لكل امرأة عاملة إيه السبب في عدم موجود حضنات حكومية وإزاي نتغلب على مظاهر الإهمال وسوء التعامل في بعض الحضنات خليكم معنا بحقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر